اشتركوا في القناة كتير حلو وعظيم وكله ويعني لأنه كما تعبنا كتير لحد ما وصلنا هاي المرحلة مش سهل واحد يعمل فيلم ومش سهل يعمل فيلم في فلسطين مش سهل يعمل بـ 24 يوم وصورنا نحنا بلشنا في أريحة وفي طيبة رمالله ورمالله بعدين دخلنا عالداخل وصورنا بعدة محلات اللي هي لأنها رحلة رحلة بالسيارة فحبينا إنه نأخذ كل المحلات اللي ممكن تروح السيارة فيها القصة بدت في حيفا ومحل فلافل صاحب المحل الفلسطيني أجل قلي شو بتعملي وحكالي عن ابنه اللي رافض بحثة من لندن عشان يروح يدرس سينما الفكرة إنه قديش نحنا مطلقين من بعد نحنا داخل فلسطين قديش مطلقين ضفة غربية، القدس، غزة، الفلسطينيين عايشين في الداخل، السوريين في الجلال المحتل، وحتى مرات نحنا كلنا عن بعض فيعني أهمية قديش لازم نظلنا يصير في ترابط بناتنا فهيك طلعت القصة، قصة حب عن طلاء فبس هي فعلاً، بس بتلاقي إنه في سلمة وطامر بدون يصلقوا بعض فتروح هاي الرحلة كان عنا طاقم جيد جداً ونحنا بنشغل، نحاول نشغل مع كتير من نفس الناس من أول فيلم لهلا فبيصير في نوع من تفاهو بين الكل وفي عنا نحنا أربعة بيجي من آيس لندن لأن بعطوا مصاري هدول دايماً معنا بعطوا مصاري عشان يشي طاقم أربعة، نحنا الطاقم طبعاً أربعين واحد بس إنه هدول كتير فهمنين عباعد كيمان وعندهن حب لفلسطين فعملنا بس بصعوبة شوي 26 مهرجان ما قدرنا نروع عليه لحد شهر 8 رجعنا عالمهرجانات طبعاً بيصير آه فيلم مش دايمة، آه فيلم قديم بس لا، بس هلأ رح نفتتح الفيلم الليلة في زاوية وبعداً رح يضله مفتوح تجارياً فكتير متحمسين إنه وقت مهرجان القاهرة وهلأ عم بفتتح الفيلم فهذا إشي كتير مهم وبعدين إن شاء الله رح نقدر نفتتح ماد رح يقدر يفتحوا ويفتتحوا في تونس في القرطن طبعاً، في فلسطين، نشوف محلات تانية في العالم العربي بس هالكوفيد طبعاً هلك الدنيا كلها اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة